وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمدينة جولد كوست الأسترالية استعدادا لخوض مباراة الجولة الأولى بالتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العام أو العالم 2026 وتضم البعثة 27 لاعبا بالإضافة للأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلامية وفور وصول المنتخب باشرت تدريبات تحت قيادة مدربه الكرواتي دراجان تالييتش تحضيرا للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الاسترالي يذكر بأن المنتخب الوطني كان قد بدأ إعداده بشهر يوليو الماضي عبر معسكر تدريبي في مدينة ماريبو بجمهورية سلوفينيا وتواصلت تدريبات المنتخب تحضيرا للجولتين المقبلتين من تصفية المونديالية والتي ستجمعه مع منتخب استراليا وبعدها بخمسة أيام مع اليابان على استاد البحرين الوطني كنا قادمون من رحلة طويلة والآن نحن نقوم ببعض التدريبات لتعزيز الجاهزية والمشاركة في التصفيات أمام نظيرنا المنتخب الاسترالي ونحن بالطبع قمنا بالتحضير منذ مدة طويلة لهذه المباراة إذ تعد هذه الجولة التحضيرية الأولى لكأس العالم ومن دون سؤال سوف نفوز في هذه المباراة ترجمة نانسي قنقر